طب أحد الأماكن اللي قدمت فيهم الدولة المصرية خدمات للشباب عبر التمكينهم هو وزارة الشباب والرياضة اللي فيها عدد كبير جداً من البرامج اللي بتآهل الشباب المصري بخلاف الرياضات احنا متكلمين على تمكين الشباب المصري في سوق العمل مصطفى عز العرب هو معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية المجتمعية ونوره نهارده في سدوة صباح الخرية المصرح الكلامنا عن كل أديتنا فاصيل أهلا بيك أستاذ مصطفى أهلا بيك فأنا عملتوا إيه علشان تدعموا الشباب في كافة المهن ما هي البرامج التي خرجت من وزارة الشباب والرياضة عشان تدعم الشباب والله يعني احنا في وزارة الشباب والرياضة بنشوف الشباب كمنحنى سني بيأمر بي أو كل الجهاد بتتعاون وتتشرق في العمل فيه وده من ضمن توجيات السيدة الرئيس عفتاح السيسي وكذلك الدكتور أشرف صبحي فبدأنا نتعامل على الشاب المصري نفسياً وعقلياً ومهاراتياً وزرحات قلت برضو التمكين بتاعنا برضو فيه جوز رياضي كمان يعني انه يمارس رياضة كمان ده جزء من التمكين بتاعنا بطبعاً وزارة شامل رياضة بلزبط لكن احنا بتكلم على الجزء التالي الجزء بقى المهارات احنا نرد بنحتفل باللوم العالمي للشباب واللي بيجي تحت عنوان مصارات الرقمانة في طريقها للتنمية المستدامة ورقمانة حالياً هي التي تقود العالم وفرص العمل دلوقتي موجودة كلها وفرص العمل المستقبلية كمان يكون متبطة بالرقمانة والمهارات الرقمية المختلفة فوزات الشباب ده بصراحة أداركنا ده بدل جداً من 2018 وعملنا حص بما يسمى بمهن المستقبل أكتر من 50 مهنة هيكونوا موجودين و50 مهنة هيختفوا وبدأ نضرب الشباب عندنا أن نضربوا البرامج والمبادرات المختلفة فنحن نضربوا مع المريات دي المتبطة بالديجيتال والاي اي اي الذكاء الاصطناعي وكل هذه البرامج وبنبدأ معهم من أول مهارات استخدام الكمبيوتر لغاية ما بنوصل معهم مراحلة متقدمة في برامج البرامجة وصياغة أو تصميم البرامج وإزاي يشتركوا فيه لانس كمان أنهم يلاقوا فرص العمل بتاعتهم في العالم بس مش بس داخل مصر دي كانت رؤية عندنا بدل جداً من فوزات الشباب والرياضة والحمد لله نخدنا خطوات واسعة فيها طيب حضرتك شاب ومعاون لوزير الشباب والرياضة فأكيد أنت الأقرب لتفكير نفس الفئة العمرية بتعمل إيه؟ بتتواصل معهم إزاي؟ وبتسمع الأفكار إزاي؟ بتقدم لهم النصيحة إزاي؟ هي دي الرؤية فعلاً بتاعت السيد الرئيس والكادة السياسية بتواجد الشباب في الأماكن زي اللي أنا موجود فيها كمعاون والمعاية لوزير الشباب والرياضة وجزء أصيل من عمل إنه هو التواصل مباشر مع الشباب بقليتهم والأساليب بتاعتهم فأنا نشرت جداً على السوشيال ميديا بتواصل معهم مباشرةً على سوئي القنوات الموجودة بتاعتي على السوشيال ميديا أو في الشارع أو في تواجد في الأنشطة المختلفة أو البعام المختلفة فأنا عايش شاب عادي فرصة الشباب أخبار مراكز الشباب إيه؟ والله مراكز الشباب إحنا بنتعمل مع مراكز الشباب هي أولوية قصوة يعني إحنا حالياً بيتنفس فيها بلنامج اسمه بلنامج صف شبابنا يعني جمهور المستهدف من الشباب سبع مليون شب في البرامج بتاعته بيتضمن عشر مصارات منها المصارات الخاصة ببناء القدرات والتدريب على العمل والمهارات الثقافية والمهارات المجتمعية والتطوع يعني أكثر من خمس تلاف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية دي أليع كويسة جداً للتواصل مع الشباب واحتضان الشباب ودكتور أشف من سعب متولى المسؤولية وبعد كمان تليد الصقة من القادة السياسية حط الأولويات فوق الأولويات لديها مراكز الشباب تحويل مراكز الشباب بتاعتنا أو بتاعت الدولة لمراكز خدمة مجتمعية للشباب البيت للشاب في أي وقت يروح يلاقي الخدمات بتقدم ليه يلاقي العمل بيقدم ليه بيلاقي عمل من النشاط دايماً متواجد داخل مراكز الشباب على مختلف المصارات بقى إحنا قلنا عندنا عشر مصارات تقريباً خدمات بنقدمهم في الوزارة أبرز المبادرات اللي موجودة في المحافظات المصرية بتدعم قصة البرمجة وقصة تمكين الشباب التكنولوجيا عندنا المبادرة الأبرز طبعاً طور وغاية والمبادرة دي شغالة بقالها تقريباً 8 سنين أو 6 سنين وطور وغاية بتشتغل مع المنظمات الأممية المختلفة ولينا شركاء دوليين بنشتغل فيها تاني حاجة كمان عندنا مبادرة بتعمل إيه طور وغاية هي تدريبات تأهيل للشباب أولاً تأهيل لسوق العمل وفي موضوعات البرمجة المختلفة فيما يتعلق بإيه التدريبات دي البرمجة المختلفة سواء اللغات البرمجة وإن هو إزاي يعمل أبليكيشنز إزاي كمان نادة الأعمال وإزاي يقدر يخلق خلال سوشيال ميديا موجودة في كم محافظة كل المحافظات إحنا عندنا طور وغاية موجودة في كل المحافظات وشغالها بشكل دائم وفيه روز أمانها كمان أولاين عشان لو في حد عنده مشكلة في التورد بشكل دائم في البامر التدريبات دي تاني حاجة بصدر إطلاق برنامجة هام جداً بيقدم عليها إزاي؟ أولاين بيخش على صفحة الوزاعة اللي ما عندهش الإمكانية دي نهو يقدمها أولاً أولا بمركز شباب ويقول له ما عايز سنجل في طور وغاية وهو يسنجلوله ويلاقي دروة مركز شباب كمان الأجازة أو المعدات أو الحاجة اللازمة أنه إذا يخش يأخذ التدريب ده وقت سواء لو ما عايفش يوصل له مجاني مجاني حان كل خدماتنا مجانية تاني حاجة عندنا برنامج جينيو أكاديمي وهو منصة شباب بلد وهي برنامج بالتعاون مع الأمم المتحدة وهي عدد من الشرقاء المحلين والدوليين كمان متعاون مع وزارة التعاون الدولي وبنشتغل على الجينيو أكاديمي دي إن احنا بنجمع كل الستفكتس أو كل اللايسنز أو الشهادات أو الاعتمادات الدولية في موضوعات خاصة بالبرمجة والديجيتال الرخمنة في مكان واحد إنه يخش يأخذ الدورات اللي هو عايزها بشكل مجاني تماما وحاليا بنعمل إنشاءات داخل مركز الشباب لمعامل متقدمة شوية عشان يقدر يأخذ فيها التدريبات دي حتى لو هو ما عندهش الإمكانية وبنشتغل أشغلين دوقتي على تلاتة بايلوت ميداني للإطلاق بالإضافة كمان للأونلاين في القاهرة وأسوان وفي محافظة ثالثة إن شاء الله في سيناء هيبقى فيها الإطلاق دوات بشكل قريب جدا تلات تجارب يعني تلات تجارب ميدانية زي نعم المعمل لجينيو أكاديمي هي اسمها جينيو أكاديمي يعني الشغل الأونلاين ماشي جنب بجنب مع الشغل اللي بيحصل جوه لغة الأرقام كم واحد قدم وكم واحد استفاد إحنا عندنا في تقريبا في السنة بنقدم تقريبا 350 برنامج في الوزارة 350 برنامج برنامج ده بيجي تحتيبها عشرات ومئات الأنشطة وهو البرنامج بيجي فيه عدد من الأنشطة ما تنفس في المحافظات كلها فإحنا لما نقول علاقة الأرقام إحنا في الوزارة عندنا في سنوية ممكن المستفيدين سواء من التدريبات لو تدريبات رقمية فقط وعداد لسوء العمل احنا نتكلم في 3 مليون 3 مليون ومص دون رحولكم فعليا ولا ده المستهدف لا ده خلال السنة اللي فاتت أقول لكم أخذ أرقام تقفيد السنة اللي فاتت اللي رحه فعليا 3 مليون 3 مليون تستفادوا من التدريبات عايز أقول لكم حاجة احنا كنا لسه في قمة الأقليمية وفاعة المستوى في تونس للانتقال من التعليم لسوء العمل ومصر قدمت الالتزام التطوعي بتاعها للشباب وكان الأرقام بتاعنا 3 مليون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أقبال يعني جديد بالزبط ووضح أن المعلومة موجودة عندهم معلومة الأهم حاجة أن زمائلهم اللي بيجرابوا التدريبات بيقولون لهم لا روحوا المكان ده يستحق أو التدريبات دي تستحق تبا تبا لهم دول حضروا ولا كانوا أونلاين ده وده بقى يعني هايبرد يعني ما فيه هنا وفيه هنا فيه ناس حضروا بالاتنين ومامر متنوعهم أكبر المحافظات استفادة أو أكبر الأقليم صعيد ووجه بحري يعني أكبر محافظات لا 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 على الرقام ده ما هتلاقي الأقام متمركزة في المحافظات الكبيرة أو المحافظات اللي هي المركزية زي القاهرة واسكندرية يعني بس فيه أقبال كبير طبعا في الصعيد والصعيد فعلا محتاج دوات والمحافظات كلها يعني بنشتغل فيها بشكل متميز وعيز أقول لحاك أن مصر أكبر يعني أكبر دولة في زي المتحارف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندها إمكانية تأهيل شاب لسوق العمل من الانتقالهم من التعليم لسوق العمل يعني رقم دولة 3 مليون تقريبا ده ما حدش حققه وكان مصارع إعجاب يعني من كل الدول اللي كانت حضر نحن عندنا صاروة كبيرة برضا صاروة بشدية عندنا فرصة يعني هي يعني دورت أشف والسيد رئيس أدارك دولة ببدء جدا يعني وانطلقنا في هذا الإطهار يعني وال3 مليون دول كل البرامج اللي خدوها برامج متعلقة بالIT يعني بقى سواء جرافيك ديزاين أو سواء تصميم المواقع أو سواء الكودينج يعني كل رقمنا كل بخص رقمنا وسوق العمل الرقمنا وخلاص رقمنا بقى الدخلة في تأهيل سوق العمل بشكل أساسي يعني ما فيهاش مفارض كل المهارات أو كل الحياة المتبطة بالمستقبل وإيه التوظيف المستقبل هكون متبطة بشكل أساسي طيب هل تبعتوا فيما بعد الفرص اللي حصلوا عليها بعد الدورات التدريبية عندنا نمازج نجاح طراره بنرحة كتين من الشباب أول على قد ونقضى أن نتابع بس تاتة مليون ده عادة كبير جدا أننا نتابعه كله بس بنا عندنا من وقت للآخر فيه جربات عاملينها للناس دي فبنبعت لهم مستمارات تقييم فيه تجارب تانية بنشوفهم فيها تاني ده جزء من المرضود بقى فيدباك يعني كراس الأصل كراس الأصل بشكل دائم يعني والحمد لله بتيجي معدلات دائما بعد انتهاء كل تدريب بنبعت لهم مستمارا نقول لهم يحنا ساعدونه أن نطور البرنامج وعندكم أي ملاحظة وعندكم أي حاجة حابين تدوفوها بالتالي بيبقى فيه التوجه دوت من عندنا بناخد الداتا دي وبنشتغل عليها بشكل علمي تماما عشان نده نطور من استراتيجياتنا وسياستنا في التجاه دوت سمعة الحاجات اللي ممكن تخش فيما يتعلق بالتدريبات المجانية بكلمك منتقى الأمانة إن هي بتبديك حاجات عامة وإنت بقى لو عايز تخش وتبقى متخصص أكتر تصرف الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ فيه ضوء ما تنفذه الدولة من برامج والله هي الدولة بتبزل قصار وده أنها تجيب للشباب المصري كل الفاس والشهادات المتاحة المعتمدة بشكل مجاني تماما ليهم يعني بتوصلوا أنه هو يشتغل ياخده من الزير وتوديه المحترف ولا بتاخده من الزير وتوديه للمرحلة الأولى وهو بقى يتعقى لا طبعا نحن بنشتغل على برامج عندنا برامج فيه حاجة متقدمة وفيه حاجات لسه مبتدئة يعني حاجة زرقات دلوقتي مثلا الكودين الكودين ده مواحل كتير جدا فهنا بناخده المرحلة مناسبة يقدر من خلالها يبدأ في البيزنس يقدر يخش سوء العمل يقدر يطوى من نفسه بشكل أقصى احترافية يعني بس فالبامج عندنا متنوع جدا والشكل بتاعها بمختلف وفيه حاجات ممكن ياخدها أونلاين فيه حاجات لازم ياخد كورس مكسف موجود في مكان معين فكل الأشكال البامج دي تبقى متقدمة هل بيتم التواصل بالعكس يعني مع جهات العمل مثلا أو الشركات المختلفة احتياجاتها ايه وبالتالي تحط البرامج عليها احنا عندنا عدد كبير جدا بنعمله من ملتقات التوظيف ملتقات التوظيف بتكون عندنا في المنشآت بتاعتنا على مستوى الجمهورية وبنتفق مع الشركات المعينة تعالوا احنا هنجيب لكم مجموعة من الشباب عايزين نوظفهم ونشوف الشركات اللي عندها احتياج لدوة تبطين نوصلهم ببعض بشكل مباشر فبالتالي بينطلقوا بقى في سوق العمل سواء في اي من الموضوعات اللي كنا من ضرابها او الموضوعات اللي كنا من ضرابها سوز محق مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية المجتمعية نورنا وكلمنا عن اهم البرامج اللي دتها الدولة المصرية للشباب في اليوم العام للشباب شكرا للك استاذ مصطفى